كيف هو أقرب أفلامك لك ... هذا سؤال صح أسأله المخرج لا أصحاب أخرى لما vidéos erste المصرح والسينما لا لا سينما اه. لا اللي هو انت قلت لي انهي قلت لي انهي حدوتة فيهم. اني حدوتة فيهم. فقلت ليك لازم كلهم يكونوا بالنسبة لي وإلا هيبقى عندي مشكلة. مم. مقدرش هدخل في المصوره وانا مش صادق في اللي انا بقوله. الحدوتة مش مهم الحدوتة ايه. انت انت صادق في حكي الحدوتة دي. مم. فصادق في مشاعرك. فالمماثرين بيطلعوا بمشاعر مظبوطة. صادق في طريقة التمثيل. محدش تطلع بيقفر بصحيكي من النوم. كل الحاجات دي. فانت صادق في حد جلت او اتأخرت. يعني انا بشوف ان هدي البجوري ما ينفعش بقى دارة سيدك السينمائي. انا بحس كده لان انا عارفاك من زمان قوي قوي قوي. وصاحبي من زمان جدا. وعارفة ان انت طول الوقت كنت بتسع وكنت عايز تقدم حاجات وكنت وكنت. ليه خطوة السينما تحديدا عندك اتأخرت? هو مش بس السينما هو الاخراج عمتا كله بالنسبة لي اتأخر. اه. 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 انا اخرجت سنة الفين. تدخلت سنة الفين. كنت انتاج كتير. فانا وعدين خدت المرحلة اللي بعديها كنت بصراحة ما بفكرش. عدت كزا سنة وبيفكرش في السينما. لان كنت ببتدي اعلانات وكنت بتنافس جامد في الاعلانات وكان فيه دايما شغل كتير فكنت في دوامة الاعلانات جدا جدا جدا. وكان سامح حتى الله رحمه كان دايما يقول لي يعني يفكر ان انت تعمل اه. سامح اخويا. اه. ان انت تفكر فبقول له انا لسه في الخلاط بتاع الاعلانات. انا بقى واعمل فلوس. وفلوس كتير. ايه. فتركز بقى. لأ وبتبقى كرييتف يعني الاعلانات. كان بتشغل الموخت اربعة وشرين ساعة في مدة قليلة جدا. طبعا. مطلوب منك تقدم فكرة معينة. اه لا طبعا الاعلانات غير. فكانت خلاط كده ما انت مش مركز فيها وكانت مستني الموضوع برضو. خلي بالك. انا بقول ان انا كنت في الخلاط بس انا متأكد لو كان جالي الموضوع. اه. اللي عجبني. ما انا في الخلاط ده قريت كتير. اه. مش قاعد مستني ما جاليش ولا فيلم. لا جالك كتير. اه جالي كتير. اه جالي كتير. ورافضت كتير. اه. وجالي افلام كانت مع ناس ستارز. بالزبط. والنسبة لي كان مش دال الموضوع بتاعي. لحد ما جيه موضوع. انا ما كنتش حتى عارف ان انا ده هيعجبني. يعني انا اكتشفت وانا ماشي ان انا بحب الدراما. بحب بحب المشاعر. حوار. حب الحوار. يعني شايف ان ده مهم جدا اكتر من الفزلكة بتاعت الموضوع. تخيل ان انت فعلا لما تركز في افلامك تلاقيها كلها كده يعني واحد صحيح كده وهيبتها كده وامر اربعتاشر كده. مش معنى ان انا مش معنى كده انا عملش حاجات. خف على نفسه دلوقتي. لكن جاي لي فيلم ما جايش دلوقتي بجملتين اللي انت قلتيهم ولا كوميدي. يعني انت كانت بتحب النوعية دي باين. وعلى فكرة انا بشوف ان دي بتبقى صعبة جدا في الاخراج. يعني اخراجين انك توصل دي كمخرج. غير ما بتكون بتعمل حاجات ومش عارف بينطو من هنا. يعني ومش مسألة اصعب هو بس انا بحب ده اكتر. وانا عندي تجارب يعني ان انا عامل التي بالمسلسل بتحند صبري اللي نزلها. عودة عوضة عبدالصبري. فده بالنسبالي ده كوميدي. يعني ده دراميدي اكشلي. اه.